بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعفلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعري حكيم أفنطرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهدئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثب الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهتا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتقد مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في القصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخلقون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مصرفوها إلا قال مصرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلا كنبة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم فقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن خيضه شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصفونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشكركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي الأمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يرحقون وما لديهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأقذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادلنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكسون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبسرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يتادوهين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستقفت قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم قصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالفينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقين يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاق عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيهم الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها قالدون وتلك الجنة التي أولثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاقعة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم طالدون لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربه قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكركم بالحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مجرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم وندواهم بلى ورسنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولكن فأنا أولى العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يذاقوا يومهم الذي أعذون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهو يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون إن الله فأنا يخفون وقيله يا رب إنها أبائ قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ترجمة نانسي قنقر